لنقول أن لدينا مثلث ABC يبدو مثل ذلك الشيء ABC أريد أن أفكر بالحد الأدنى من المعلومات أريد أن أستنتج زوج من المسلمات التي يمكن أن نستخدمها لتحديد إذا كان مثلث آخر مشابه للمثلث ABC إذا نحن نعلم أن إذا كانت كل الزوايا الثلاثة كل الزوايا المتقابلة الثلاثة متطابقة مع الزوايا المقابلة لها في ABC ثم نعرف أننا نتعامل مع مثلثات متطابقة فمثلا إذا كانت هذه ثلاثين درجة وهذه الزاوية تسعين درجة وهذه الزاوية هنا ستين درجة ولدينا مثلث آخر يبدو مثل هذا يبدو مثل ذلك من الواضح أنه مثلث أصغر ولكن زواياه المتقابلة فهذه ثلاثين درجة هذه تسعين درجة وهذه ستين درجة نعلم أن X, Y, Z في هذه الحالة سوف يكون مشابها لـ ABC بالتالي سوف نعرف من هذا لأن الزوايا المتقابلة متطابقة فسوف نعلم أن المثلث ABC مشابه للمثلث X, Y, Z وعليك أن تكتب الترتيب بشكل صحيح لكي تتأكد من أن الزوايا المتقابلة صحيحة حيث Y تتقابل مع الزاوية تسعين درجة X تتقابل مع الزاوية ثلاثين درجة و A تتقابل مع الزاوية ثلاثين درجة بالتالي A و X هما أول شيئان ثم B و Y هما ثاني شيئان و Z هي الشيء الأخير إذن هذا ما قد عرفناه حاليا إذا كان لديك ثلاث زوايا لكن هل تحتاج إلى ثلاث زوايا؟ إذا كنا نعلم فقط زاويتين فهل هذا كاف؟ نعم بالتأكيد لأنه إذا علمت زاويتين للمثلث فإنك سوف تعرف الثالثة فمثلا إذا كان لدي مثلث آخر يبدو مثل هذا أعني أنني سوف أرسمه هكذا وإذا أخبرتكم أنه فقط زاويتين من الزوايا المتقابلة متطابقة فربما هذه الزاوية هنا متطابقة مع هذه الزاوية وتلك الزاوية هناك متطابقة مع تلك الزاوية هل هذا يكفينا لنقول أن هذان المثلثان متشابهان؟ نعم بالتأكيد لأنه في المثلث إذا علمت أي زاويتين فإنك سوف تعلم ماذا ستكون الزاوية الأخيرة فإذا علمت أن هذه ثلاثين وتعلم أن تلك تسعين بالتالي سوف تعلم أن هذه الزاوية ستين درجة مهما كانت هتان الزاويتان عليك فقط أن تطرح مجموعهما من 180 وهذه ستكون هذه الزاوية إذا بشكل عام من أجل أن تبين التشابه ليس عليك أن تبين أن ثلاث زوايا ثلاث زوايا متقابلة هي متطابقة أنت حقيقة بحاجة فقط أن تبين إثنتان بالتالي هذه سوف تكون أول فرضية أو مسلمة تشابه نسميها الزاوية زاوية إذا استطعت أن تبين أن زاويتين متقابلتين هما متطابقتين بالتالي نحن نتعامل مع مثلثات متشابهة فمثلا فقط كي نضع بعض الأرقام هنا إذا كانت هذه 30 درجة ونعلم أن تلك الزاوية في هذا المثلث هذه 90 درجة هنا عندها نعلم أن هذا المثلث هنا متشابه مع ذلك المثلث هناك ويمكنك أن تذهب حقيقة إلى الزاوية الثالثة بشكل مباشر بطريقة مباشرة جدا وتقول حسنا هذه الزاوية الثالثة هي 60 درجة كل الزوايا متماثلة هذا واحد من القيود على التشابه الآن الشيء الآخر الذي نعرفه عن التشابه هو أن النسبة بين كل من الأضلع سوف تكون نفسها فمثلا إذا كان لدينا مثلث آخر هنا دعوني أرسم مثلث آخر سوف أسمي هذا المثلث سوف أسمي هذا المثلث x, y, z ونقول أننا نعلم أن النسبة بين a, b و x, y نعلم أن a, b على x, y أي النسبة بين هذا الضلع وهذا الضلع لاحظ لا نقول أنهما متطابقان فقط نقول أن النسبة نحن نبحث عن النسبة الآن نقول أن a, b على x, y لنقول أن هذا يساوي b, c b, c على y, z ذلك يساوي b, c على y, z وهذا يساوي a, c هذا يساوي a, c على x, z هذا يساوي a, c على x, z إذن مرة أخرى هذه إحدى الطرق التي نقول فيها حسنا هذا يعني التشابه بالتالي إذا كان لديك كل الأضلع المتقابلة الثلاثة أو أن النسبة بين كل من الأضلع الثلاثة المتقابلة هي نفسها حينها نعلم أننا نتعامل مع مثلثات متشابهة إذن هذا ما يسمى بتشابه ضلع 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 SSS ويجب أن لا تخلط هذه مع تطابق ضلع 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 إذن كل هؤلاء عبارة عن فرضيات تشابه similarity فرضيات أو مسلمات تشابه بمعنى الأشياء التي سوف نفرضها ثم نقوم بالبناء عليها لحل المسائل وإثبات أشياء أخرى ضلع 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 عندما نتحدث عن التطابق تعني أن الأضلع المتقابلة متطابقة ضلع 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 للتشابه وهذا يعني أن النسب بين الأضلع المتقابلة سوف تكون متساوية فمثلا إذا كان هذا هنا يساوي لنقل هذا هنا يساوي عشرة دعوني أفكر برقم أكبر لنقل أن هذا ستين وهذا هنا ثلاثين وهذا هنا يساوي ثلاثين الجذر التربيعي لثلاثة لقد وضعت الأرقام بشكل مناسب لأننا سوف نتعلم قريبا ماذا ستكون نسب الأضلع للمثلثات ثلاثين ستين تسعين ولنقل أن هذا هنا هو ستة ثلاثة ثلاثة الجذر التربيعي لثلاثة الآن لاحظ AB على XY تساوي ثلاثين جذر الثلاثة على ثلاثة جذر الثلاثة وهذا سيكون عشرة إذا ماذا تساوي BC على XY إذا ثلاثين تقسيم ثلاثة وهي عشرة وما هي ستين على ستة أو ماذا تساوي AC على XZ حسنا هذه أيضا عشرة بالتالي بشكل عام لكي نذهب من الضلع المقابل هنا إلى الضلع المقابل هناك دائما نحن نضرب كل ضلع بعشرة بالتالي نحن لا نقول أنها متطابقة أو لا نقول أن الأضلع متماثلة لفرضية ضلع 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 للتشابه فقط نقول أننا حقيقة نقوم بتكبيرها بنفس الكمية أو طريقة أخرى للتفكير فيها أن النسب بين الأضلع المتقابلة متساوية الآن ماذا عن لو كان لدينا لو كان لدينا لنبدأ بمثلث آخر هنا دعوني أرسمه هكذا في الحقيقة أريد أن أترك هذه هنا حتى يكون لنا قائمة خاصة إذا دعوني أرسم مثلث آخر ABC دعونا نرسم مثلث آخر ABC فإذا هذا هو ABC ولنقول أننا نعلم أما لنقول أننا نعلم أن هذا الضلع عندما نذهب إلى مثلث آخر عندما نذهب لمثلث آخر أنه نعلم أن أننا نعلم أن أن في الواقع دعوني أجعل وهذا ليس دائما أنها تكون هكذا فالثابت يمكن أن يكون أقل من 1 وفي هذه الحالة سوف يكون طوله أصغر لكن فقط دعوني أعمله بهذه الطريقة إذا دعوني فقط أجعل XY يبدو أكبر قليلا فلنقول أن هذه X وتلك Y بالتالي لنقول أننا نعلم أن XY XY على AB على AB سوف يساوي عدد ثابت K أو إذا قمت بضرب الطرفين بAB سوف تحصل على أن XY عبارة عن مسخة مكبرة من AB إذا أنت تعلم أنه ربما AB تساوي 5 وXY هي 10 عندها الثابت سوف يكون 2 فقد كبرناها بالمعامل 2 ولنقول أننا أيضا نعلم أن تلك الزاوية ABC متطابقة متطابقة مع الزاوية XYZ يجب أن يكون نقطة أخرى هنا إذا دعوني أرسم ضلع آخر هنا فهذه سوف تكون Z بالتالي لنقول أننا نعلم أن الزاوية ABC متطابقة مع XYZ ولنقول أننا نعلم أن النسبة بين BC وYZ هي أيضا هذا الثابت النسبة بين BC وYZ هي أيضا تساوي نفس هذا الثابت بالتالي في المثال حيث كانت هذه خمسة وعشرة فربما هذه ستكون ثلاثة وستة فالثابت يعني كأننا نضاعف طول الضلع إذا هل هذا المثلث هل المثلث XYZ سوف يكون مشابه حسنا إذا فكرت فيها فيوجد فقط إذا قلت أن هذا هو مضاعف ما إذا كان XY هو نفس مضاعف AB كما أن YZ هو مضاعف BC وهذه الزاوية بينهما متطابقة فإنه يوجد فقط المثلث واحد يمكن بنائه هنا فنحن فقط مقيدين ممثلث واحد فقط هنا وبالتالي نحن نقيد بشكل كامل طول هذا الضلع وهذا الضلع يجب أن يكون له نفس مستوى التكبير كما لذلك هناك وبالتالي نسمي هذه تشابه الضلع ضلع SAS إذا مرة أخرى لقد رأينا SSS و SAS في فرضيات التطابق لكننا نقول شيء مختلف جدا هنا نحن نقول أنه في SAS إذا كانت النسبة بين أحد الأضلع المتقابلة والضلع الآخر المقابل آسفة إذا كانت النسبة بين الأضلع المتقابلة في مثلثين متساوية بالتالي AB و XY هذا أحد الأضلع المتقابلة والضلع الآخر المتقابل فذلك هو الضلع الثاني وهو بين BC و YZ والزاوية بينهما متطابقة فحينها نقول أنهما متشابهان وبالنسبة لتطابق SAS فقد قلنا أن الأضلع في الواقع يجب أن تكون متطابقة هنا نقول أن النسبة بين الأضلع المتقابلة فقط يجب أن تكون متساوية فمثلا SAS فقط حتى نطبقها إذا كان لدي دعوني أرسم أعرض بعض الأمثلة هنا إذا لنقول أن لدي مثلث هنا وهو ثلاثة اثنان أربعة ولنقول أن لدينا مثلث آخر هنا لدينا مثلث آخر هنا له طول له طول تسعة ستة ونعلم أيضا أن الزاوية بين الأضلع متطابقة بالتالي هذه الزاوية تساوي هذه الزاوية وما تخبرنا به فرضية التشابه SAS هو أن هذان المثلثان بكل تأكيد سوف يكون مثلثين متشابهين وأننا في الواقع مقيدين لأنه يوجد فقط مثلث واحد يمكننا رسمه هنا وهو المثلث الذي كل أضلعه يجب أن تكون مكبرا بنفس الكمية بالتالي يوجد فقط ضلع واحد طويل هنا يمكننا في الحقيقة رسمه وذلك يجب أن يكون مكبر بثلاثة أيضا ويوجد واحد فقط هذا هو المثلث الوحيد الممكن إذا قمت بتقييد هذا الضلع بأن تقول أن هذا يساوي ثلاثة ضرب ذلك الضلع وهذا ثلاثة ضرب ذلك الضلع والزاوية بينهما متطابقة فهناك فقط مثلث واحد يمكننا رسمه ونعلم أيضا أنه يوجد مثلث مشابه هناك حيث كل شيء مكبر بالمعامل ثلاثة بالتالي ذلك المثلث الذي يمكن رسمه يجب أن يكون ذلك المثلث المشابه فقط هذا ما تحدثنا عنه في SAS نحن لا نقول أن هذا الضلع مطابق لذلك الضلع وذلك الضلع مطابق لذلك الضلع فنحن نقول أنها مكبرة بنفس المعامل لو كان لدينا مثلث آخر لو كان لدينا مثلث آخر ويبدو مثل ذلك فربما هذا تسعة وهذا أربعة والزاوية بينهما متطابقة لا يمكنك أن تقول أنهما متشابهان لأن هذا الضلع مكبر بالمعامل ثلاثة هذا الضلع مكبر فقط بالمعامل اثنان بالتالي هذا عندما كتبناه هناك لا نستطيع القول أنه مشابه بالضرورة وكذلك لو كان لديك مثلث له طول تسعة هنا وطول ستة هناك ولكنك لم تعلم أن هاتان الزاويتان متساويتان فمن الأخرى أنت لا تقيد هذا بشكل كاف وبالتالي لم تكن ستعرف أن هذان الثلاثان بالضرورة متشابهان لأنك لا تعرف إذا كانت هذه الزاوية في المنتصف متساوية الآن يمكنك أن تقول حسناً يوجد بعض الفرضيات الأخرى التي تعلمناها كان لدينا AAS عندما تحدثنا عن التطابق ولكن إذا فكرت فيها فقد بينا أن زاويتين بحد ذاتهما كافيتين لنبين التشابه بالتالي لماذا نقلق بزاوية وزاوية وضلع أو النسبة بين الأضلع لماذا نهتم بها وكان لدينا أيضاً زاوية ضلع زاوية في التطابق لكن مرة أخرى نعلم أن زاويتين يكفيان بالتالي لسنا بحاجة لأن نخوض بهذا الضلع الإضافي بالتالي لن نحتاج لهذه هنا إذا هذه ستكون فرضياتنا عن التشابه وأريد أن أذكركم بأن ضلع 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 هذه مختلفة عن ضلع 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 التطابق فنحن نتحدث حول النسبة بين الأضلع المتقابلة وفي الواقع لا نقول أنها متطابقة وهنا ضلع زاوية ضلع إنها مختلفة عن ضلع زاوية ضلع للتطابق تبدو كأنها متعلقة بها لكننا نتحدث عن النسبة بين الأضلع ليس عن القياسات الحقيقية بشكل كثير اشتركوا في القناة